طائرتان مسيرتان تستهدفان مطار بغداد الدولي لا اضرار بشرية او مادية انما ضرر اكبر يضرب استقرار العراق سيما في مطاره الدولي الذي يعتبر معيار الامان الاول وباب العراق الى العالم ثم تنيران تعود من جديد تشعل اوراقا كاملة كتبتها حكومة بغداد على مدار عام ونصف من ثمار الدبلوماسية والسيادة وحفظ هيبة الدولة لكنها تحترق بفعل تناحرات خارجية على ارض العراق وبصورة اكثر وضوحا تتسع دائرة الخطر وتفسيرات المواجهة المستمرة بين فصائل مسلحة تقم لاغتيال سليماني واخرى تزعج امريكا في الحالتين تصدت سيران منظومة الدفاع الامريكية لكن السؤال القائم كيف تقفل صفحة الهجمات بالطائرات المسيلة تماما كما كانت الكاتيوشا الاجابة اليوم تبحث عنها بغداد جديا وعمليا اذ ان واشنطن ترى من تكرار تيك الهجمات ضربا لمستقبل العراق السياسي والامني والاحراج المستمر للدولة العراقية سيما ان الهجم استهدفت مجمعا يضم عددا من قوات التحالف الدولي التي لا تقوم بدور قتالي الهجمتان اللتان وضعتا تحت عنوان الانتقام لسليماني ويرافقهما تصريحات رئيس ايران بالانتقام لدماء قادة النصر احداث لا تبشر بخير ان لم تكن هناك حلول تتوافق بها بغداد واطرف النزاع الايراني والامريكي على حد سواه اشتركوا في القناة